السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي واخوتتي في الله. اجي واخوتي تشوفوا اليوم اش نوقع في عائلة مربوحة وفي الضوار ديال عائلة مربوحة. اخوتي من بعد ما اه نادوا قلبوا وجبدو هاد دوسي القديم ديال اه وشكونا اخوتي اللي جبدو هو يونس. اللي ناد اه اخوتي اه لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه رجعون. اخوتي اجي وشكونا اللي مات اليوم وكيفاش مات وشنو اللي وقع. اه من بعد ما الزوج ديال اه نادية تعرض لدك الكاريتة ولدك الضارب ولدك الحالة كلها اخوتي اه طبيب اه اليوم دارلو اه اه قل عائلة مربوحة انهم هم غدي اديرولو عملية واحد اخرى لانه من بعد ما داروا لهم اه الراديونات والسكانيرات والى اخره. القوا عندو اخوتي نازف في الصدر ديالو او في مازال. وكينزف. او نادو داروا لعوتاني عملية واحد اخرى في صدره. لانهم سكين فعلا مدك دك ومهلوك وما خلوش في عدم صحاح. كانت منو انه يخرج على اخير وباخير منها. وعوتاني القوا عندو اخوتي نازف مازال عندو نازف في الراس. وقالوا او تاني غدي اديروا العملية. الثالثة اخوتي لا حول ولا قواته الا بالله. الانسان كيكون بيه خير ما عليه ما به. مع ولداته مرتاح كتا كيتسلط عليه شي مسخوط الوالدين ولي شي مسخوط الله. وكيتسبب له في شي حاجة اللي ما فيها ميتشاف. وشي حاجة اللي ما عمره مسكين توقعها ولا تفكرها. لا حول ولا ولا قواته الا بالله. اخوتي حسبنا الله والنعمة الوكيل في كل واحد كيتسبب في الادا. الاخوه المسلم مع اننا نحن مسلمين وكنا مسلمين. علاش الانسان كيتسبب المضرة. الاخوه المسلم وكيكون محقاده وعمر حقده وعمر حسد. وقلبه كيكون كحال وكيش تسبب في واحد الحالة الاخوه المسلم لا الى الا الله محمد رسول الله. كل واحد اخوته كيفاش كيدير لها. كل واحد وكيفاش كيدير لواحد اخور. واحد كيكون في داره وباخر ما عليه ما به. حتى كيتسلط عليه شي واحد كيش تتليه شمله الله يشتتليهم ربي صحة وهم بغنى لهم ان شاء الله مضرة في الصحة يا لهم لانما كانش مكثر مصحة حسبنا الله والنعمة الوكيل في كل خرب البيت وكل واحد كيتسبب في الضر الاخوه المسلم. وذا با اخوتي اجيو تشوفوا شكل اللي وقع في الضوار دياللى حدة وشكل اللي مات. اخوتي اليوم ناجدت قرباء له في الضوار على ذاك المقبرة. ناجدوا وجوجك يتدابزوا مني لك مني لك مني لك مني لك مني لك مني لك حتى يا اخوتي ناجدوا تقاتلوا وثيرتوا وثيرتوا في واحد الدربة. اه يعني شا اقولكم بعد مرة قد تجي الاعمار في يد الله كتجي على يد ولا سبب شي واحد اخر غير هي كتكون مكتابة لي يموت ولكن لا حوله ولقوة الا بالله هدا اللي كيتزرف مسكين او ثاني كيمشي الاحباسات اللي يسترو كي يغمال فيه لا اله الا الله اللي يسترو صعفي اخوتي مهم اخوتي جات في الضربة جات الاسعاف حملاته للمستشفى ولكن للأسف موصلش للمستشفى وتوفى وش نقول لكم ولكن مسكين هداك اللي يضربو قالوا انا كنت غيكا ندفع على راسي نعد هو بغى يضربني انا دفعت على راسي جات في ذاك الدربة وانا لله وانا اليه راجعون والمشكلة اخوتي لابدك السيد اللي يضربو مسكين غادي يمشي في الحبس ولا اله الا الله ويخلي ولداته مسكينته هو ويبقى ومحا بلبهم وشان نقول لكم ما بقى اخوتي ما يعجب وردو بالكم وما توقعوش الدخلو في المشاكل ارميوا عليكم الهم وعيشوا حياتكم اخوتي انا كان وصلت من نهاية الفيديو وكانت مني اعجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد وما تنسوش اخوتي تخليوا لي الاراء ديالكم فهات الشي اللي كي وقع المخصور ونقول لكم انا الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة